بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم محلقة جديدة وبالنامجكم ساعة صحتك. بلنامج ساعة صحتك. بلنامج صحي. طبي. هنتكلم فيه في كل المشاكل اللي بتهمنا. مشاكل العزام. السمنة والنحافة. الشعر والبشرة. ومشاكل كتير جدا. هنقدم كل الحلول ليها. موضوع حلقة النهاردة هيكون عن الشعر طبعا تاج المرأة. النهاردة حلقة خاصة جدا ومتميزة جدا عن الشعر وتساقط الشعر واسبابه. والتغلب على كل المشاكل بتاعه. آآ هيكون معنا ان شاء الله ضيف البرنامج الدائم آآ الدكتور وحيد عبدالعيل. دكتور وحيد عبدالعيل هو اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل. وزميل الكلية الامريكية للطب المهني. وامراض البيئة. وعضو الاتحاد العالمي للطب البديل والتكميلي. آآ دكتور وحيد عبدالعيل حاصل على دبلومة الدراسات التكملية في التغذية العلاجية من جمعة ماججيل بمونتريال كندا. وحاصل على جائسة افضل طبيب آآ في الطب البديل لعام الفين وحداشر من مستشفى آآ ميديكال بروفيشنال في فرنسا. دكتور وحيد بنرحب بحضرتك معنا في برنامج ساعة صحتك. مرحب بك فانت. آآ حقيقة دكتور جالنا ناس كتير جدا بتشتكي من مشاكل تساقط الشعر. آآ واعتقد ان دي مشكلة من اهم مشاكل للشعر. ممكن حكي تقول لنا ايه اهم اسباب تساقط الشعر. اسباب تساقط الشعر اسبابه كتيرة جدا هنختصر بينها مجموعة بسيطة علشان آآ الوقت يعني. الاول حاجة من اسباب تساقط الاجهاد البدني آآ او والتوتر العصبي والارك والارك وده امر عارض مش كل الوقت يحب فيه ايجاد بدني او او تواطر العصبي. زيادة فيتامين اي آآ وزيادة فيتامين اي ده بيبقى في الحليب الكامل الدسم وفي البيض آآ وفي البطاطس وفي آآ وفي البطاطا آآ ناقص فيتامين آآ آآ بي 12 وده برضو الناس بتعاني من انيميا او الناس اللي مريضة بمرض السكر. آآ ناقص البروتين آآ وده موجود في اللحم والدواجن. ايضا زيادة البروتين هيؤدي الى الى نقرس. آآ الصالع الوراثي وده بيرجع لهرمون الزكورة وهرمون الانوسة او الجينات الوراثية عموما. وآآ فيه احساب يتقول ان كل آآ آآ اه 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 ا هرمون الزكورة بيجي عند الرجل بسبب منشطات الجنسية عموما أو بسبب الأمونيا أو الحاجات اللي بيأخذها التسطنون أو الزيت السوية اللي بيأخذوا أثناء الجيم عشان يكون عضلات أو كممكن تلعب جيم تكون عضلات كحاجة رياضة لكن ما تاخدش منشطات أو حاجة تزود لك عضلات أو كده ده بيزود معايا هرمون الزكورة وبالتالي بيحصل صلاة أيضا الست لما بتاخد منشطات أثناء يعني بيكون تأخر الإنجاب فبترجع للمنشطات للحمل ده بيرفع هرمون الزكورة وبالتالي بيعملها تساقط وممكن يعملها صلع كذلك أدوية الاكتئاب وأدوية منع الحمل دي كلها البنات اللي هي عايزة تدخن وبتاخد حقا تستنون عشان وزنها يزيد أو عشان تفتح الشهية بيها ده بيرفع هرمون الزكورة عندها وبالتالي بيجي لها تساقط في الشعر إذن هرمون الزكورة ارتفاعه بيعمل لي تساقط في الشعر سواء للراجل أو للمرأة الأمراض الجلدية زي السعلبة والصدفية وقشر الشعر دي برضو العلاج الكيموي من الحاجات اللي هي بتدمر الخلايا التسخين باستمرار على الشعر والأماكن الحارة تسخين باستمرار زي الاستشوار وكده على الشعر بيؤدي لسقوطه وتقصفه أيضا الضفائر الديقة اللي بتتعمل للبنات أو اللي شد الشعر أو المشت الديق ده وبسرح بطريقة عنيفة جدا ده بيعمل لي مشاكل للتساقط الشعر بتقرار السبغة بالاكسوجين أو بالأمونيا ده بيعمل لي أشخ في الشعر وبيعمل لي تساقط في الشعر دي أسباب بسيطة وسريعة لكن أسباب التساقط الشعر أسباب كتير جدا وده اختصارا يعني أهم أسباب تساقط الشعر طيب دي كانت أهم أسباب تساقط الشعر حاليك ممكن تقول لي إمتى أنا أقول إن تساقط الشعر ده ضر على جسم الإنسان أو حاجة مضرة جدا أو إن هو يكون ده تساقط طبيعي ممكن يحصل عادي لغاية قد إيه ده سؤال كويس جدا هو التساقط الطبيعي من 20 ل50 شعر في اليوم مش في التسريحة فأنا عشان كده استخدام التسريح باستمرار للشعر ده بيجهدوا آه تمام؟ فمن 20 ل50 شعر طب هو شعر قد متوسط الشعر للإنسان حوالي 100 ألف شعر فمن 20 ل50 ده مش حاجة سيء لو أنا حسيت إن هو التساقط بيزداد يعني حاسس إن الكمية دي زيادة يبدأ تساقط للشعر فعلا يبدأ تساقط ومحتاج علاج محتاج أنا أعرف أشوف من الأسباب اللي نحنا قلناها إيه هو السبب عشان أقدر أعلم تمام طيب لو قلنا إن مثلا يعني حاجة في النقطة دي معنش هايزة أوضح برضو فيها حاجة يعني لو حد مش بيسرح شعره مثلا نايم وصحي لقى شعر على المخدة ده يبقى تساقط؟ ده يبقى تساقط بقى آه ده يبقى هنا نخاف هنا خاف وبعدين أنا لو مسكت بصيدة الشعر لقيت فيها نقطة بيضة كده أعرف ده تساقط لو بسكتها ولقيتها مفاش نقطة بيضة يبدأ يتقصف آه التساقط بنلاقي في الآخر الجدر بتاع الشعر نقطة بيضة نقطة بيضة دي لا جد شعر طيب عايزة أسأل حضرتك كمان إيه اللي بيخلي الشعر يتلف أو يتقصف؟ كمان إحنا سمعنا كتير قوي إن في ناس يقولك لو شعرك ما أصف هاتي أطراف الشعر قصيها هل ده علمي وحاجة صحيحة ولا ده تصرف خاطئ؟ سؤال كويس لأن هو ده أولا ده مفيش علاج هجيب نتيجة لتلف الشعر أو لتقصفه إلا ما أقص ملي أو 2 ملي من الأطراف لأن الشعر ده عامل زي الأنبوبة لما بيحصل تلف للشعر أو بيحصل تقصف للشعر بيكون الطبقة الخارجية دي خلاص بها هاتيت وقفلت يكون الأنبوب أفل من قدام فمهما خدت علاج للتقصف مش هجيب نتيجة إلا لما أخد الملي ده من الشعر طب الملي ده أخده قد إيه؟ يفضل أخده كل شهر أو كل شهرين علشان أفتح الأنبوب علشان أقدر أعالج أعمل علاج لتقصف الشعر أو لتلف الشعر طيب إحنا قلنا من أسباب بقى اللي هو بيخليه يتلف المواد الخارجية يعني النظافة باستمرار يقلة النظافة الاتنين غلط يعني مش كل شوية أقعد أخسر في الشعر مش كل شوية ومش يسيبه فترة كبيرة مخسلهوش يبقى الإفراط في الشيء نفسه يؤدي إلى تلف للشعر وتقصفه طيب إحنا كده دلوقتي عرفنا إيه هي أهم المشاكل اللي بنعاني منها الشعر من التقصف من التلف لسه عايزين نعرف حاجات كتير قوي عن فروة الراس وأسباب القشرة بتيجي منين وحاجات كتيرة جدا من استخدام الزيوت والكريمات وأنواع الشمبواط اللي إحنا نقدر نستخدمها كل ده وأكتر هيكون معاكم في برنامج ساعة صحتك ولكن بعد الفاصل دكتور وحيد أحمد عبد العال علي والمعروف باسم دكتور وحيد عبد العال ولد الدكتور وحيد عبد العال بمحافظة السويس بجمهورية مصر العربية عام 1979 وفي عام 2000 حصل على بكر اليوسل علاج الطبيعي وتخصص في طب العظام وبارع فيه تأثر الدكتور وحيد عبد العال بالعديد من الشخصيات التي تبحث في تكامل النفس مع العقل والجسد وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الفقي والدكتور عادل عبد العال والدكتور محمد الهاشمي حيث يرى أن لكل فرع من فروع الطب كالطب العام والعلاج الطبيعي والصيدلي والنفسي والبديل دور جوهري في علاج الأمراض ولا يغني فرع منهم عن الآخر لذلك فقد اهتم الدكتور وحيد عبد العال بالتوسع في دراساته لمعرفة ماذا تقدم الفروع الأخرى من الطب وعمل على دمج ما تعلمه منها بمجاله في العلاج الطبيعي للوصول لأفضل نتائج علاجية وأمنة للمرضى فسافر للعديد من الدول حول العالم لدراسة أحدث وأفضل طرق العلاج في مجال الطب البديل والأعشاب ففي الصين وفرنسا وفنلندا تدرب على العلاج بالإبر الصينية والحجامة على أيدي متخصصين في هذا المجال حتى حصل على دكتورة فخرية في العلاج بالأعشاب والحجامة والإبر الصينية من جماعة شيامين الدولية بالصين كما حصل على شهادة ترخيص مزاولة وممارسة مهنة العمل بالوغز الإبري أو كما تسمى بالإبر الصينية من نفس الجامعة شارك وحضر في العديد من المؤتمرات الطبية حول العالم في دول عربية وأجنبية ساعدت دراساته المتنوعة والمختلفة في عمله كمدرس للألاج الطبيعي والأعشاب بجامعة ذيقار بالعراق وبأكاديمية دغباج بأبو ظبي كما سهمت دراساته وتبحوره في مجال الطب البديل في اكتسابه للمزيد من العلم والمعرفة والخبرة الأمر الذي جعله يصدر العديد من المؤلفات والتي ترجم بعضها للفرنسية والإنجليزية حصل الدكتور وحيد عبد العال على العديد من الجوائز كأفضل طبيب بالطب البديل منها أفضل طبيب ومعالج بالطب النبوي من اتحاد المعالجين العرب وأفضل طبيب بالطب البديل على مستوى العالم من مستشفى Medical Professionals بباريس بفرنسا كما تابعت الصحف الفرنسية مثل صحيفة باري ماتش وصحيفة لوموند أخباره على مدار أربعة أعوام متتالية حيث فاز خلالها بلقب أول طبيب عربي وإفريقي في مجال الطب البديل وحصل على المركز الثاني كأفضل طبيب طب تكملي في رد وتحريك الفقرات والتي تمنحها المستشفى الفرنسية Medical Professionals حيث تنفس على هذه الجائزة مع الطبيب الصيني ليمونج شونج تاو عام 2013 والطبيب الأمريكي الشهير دكتور فال عام 2014 وبرغم تساويه معهما في جميع شروط المسابقة إلا أن القرعة جاءت لتمنحه المركز الثاني استضافته القناة الفرنسية TV5 مع الدكتور الأمريكي الشهير دكتور فال والدكتور الصيني دكتور لي شونج تاو ليدليا برأيه في قضية منع الولادة القيصري التي طرحتها منظمة الصحة العالمية كما عرضت له بالقنوات الفضائية مثل كايرو دراما وبانوراما برامج طبية كان منها برنامج الطب الأصيل وبرنامج أسرار الجمال الذي قدم خلالهما وصفات طبية وتجميلية للجسم والشعر وطرقا ووسائل علاجية ووقائية للعديد من الأمراض مثل السمنة وآلام العظام والبرد وأخيرا فإن الدكتور وحيد عبدالعال هو حالة علمية فريدة تسعى دائما للوصول لعلوم الشفاء المختلفة والتي تتكامل سويا لإنقاذ كل إنسان يعاني من مرض أوداء وما الشفاء إلا من عند الله أهلا بيكم وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معنا الدكتور وحيد عبدالعال بجدد الترحيب مع حضرتك يا دكتور أهلا بيك يا فاني دكتور وحيد دلوقتي فيه بنات كتير جدا بيستخدموا زيوت وكريمات وسيرم الاستخدام الأشياء دي كلها هل هو مضر ولا ده ممكن يكون صحي للشعر استخدام أي زيوت هيبقى مضر أحيانا لو أنا مش عارف إيه هي الزيوت دي وهيبقى مفيد في وقت تاني يعني في وقت تاني هيبقى مفيد لو الزيوت دي أصلا من مصدر موصوب فيه ومن مصدر أنا عارفه فاستخدام السيرم أو الزيوت مش هيدوره الشعر في أي حاجة إلا بشرطة لما يكون أنا عارف المصدر اللي أنا بيجيب منه إيه دكتور وحيد من أهم المشاكل اللي بتقابل النس في حكاية الشعر والمشاكل للشعر الإشرة ممكن تقول لنا إيه أهم الأسباب اللي بتخلي فيه إشرة في الشعر؟ أسباب كثيرة باختصار لهم الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية دول أكثر عرضة عندهم التهاب جلدي دهني وبالتالي أكثر عرضة للإصابة بإشرة الشعر عدم طبشيط الشعر باستمرار بامتظام البشرة الدهنية ده بيؤدي للإشرة وكذلك استخدام الأمونيا والإفراد في الأكسوجين أثناء السبغات أو كريمات فرد الشعر اللي هي اللي فيها بطاس أو بوتيكس دي بتسبب إشرة بعد مستحضرة التجميل اللي هي مجهولة المصدر أنا مش عالف يا جاي منين دي برضو ممكن تسبب لي العدوى من مشت الآخر ده بيممكن يعمل لي إشرة مشكلة دي أه ومفيش حد أعتقد ما فيش حد بيروح كوافير مع مشته أو مع حكته دي بيعمل لي مشكلة كبيرة الإكسار من أكل الشوكولاتات والمكسرات ده بيؤدي للإشرة والإفراد فيها تحديداً بيكون البنادم عنده طفل صغير مش عارف عنده إشرة منين ويكون السبب هو الإفراد في الشوكولاتات والمكسرات طيب دكتور قلنا نقدر نتغلب عن الموضوع ده إزاي وإيه علاج الإشرة؟ علاج الإشرة دائماً الأحماض الأحماض عندي في الخل والليمون فأنا لو جبت مية حتى أعطيت عليها لمونتين وعصرتهم وغسلت ديهم فروتراسي ودارجت فروتراسي لمدة أسبوع يوم أو يوم لأه بإذن الله الإشرة هبضيع ما فيش إمكانيات للليمون أبتدأ توجه للخل الخل العادي أو خل التفاح أحطه في بخاخ وأرشه على فروتراسي هيحرقني شوية هو بيأتي للمسام المفتاحة اللي هي بتطلع الإشرة وبعدين أخسر شعري عادي هلقى الإشرة بإذن الله راح زيت الزتون أو زيت جزء الهند أو زيت اليسمين والتلاتة دول تلات زيوت دول مهمين جداً للإشرة ومهمين جداً في صناعة أي زيوت للشعر يقول تني زيوت جزء الهند زيت جزء الهند زيت الزتون زيت اليسمين وزيت السمسم أربع زيوت مربع معايا الأربع زيوت دول مهمين جداً في صناعة أي زيوت يعني اي زيت للشعر لازم اكون فيه مكون من الاربع زيت الزاتون زيت السمسم زيت الجوز الهن زيت اليسمان اربع زيوت لازم يكون في اي مستحضة للشعر عل flu gén قصرة اي زيت الزوت متعلن اعلش اي زيت من الاربع يكون موجودين لو انا برضو الغضاء oddly اي زيت زيت حاجب زيت زتون او اي زيت من الاربع سواء جيز جوز هن او يسمين او سمسم او زيت زتون اي منهم واحطوهم على قسط بحري أحط نسب متساوية ودلك بهم فروة الراس بإذن الله عز وجل هتلاقي هلاقي القشرة راحة بعد قد نقدر نخسله بقى يعني ممكن هسيبه نصف ساعة بالكتير القرنف لو طحنت القرنف الكويس جدا وبعدين حطيت عليه زيت زتون ودلت بفروة الراس هيقديله على القشرة في قدود ساعة أو ساعتين ودي من أهم الوصفات للقضاء على القشرة ده طبعا ده خبر مفرح جدا وحاجات كلها في المتناول إيدينا وممكن إن إحنا نقدر نجيب الزيوت دي بسهولة وممكن إن إحنا نعمل الوصفات دي ونقضي تماما على مشكلة قشرة الشعر طيب دكتور كمان في عداد كتير الناس بتعملها في تصفيف الشعر قلنا إيه أسوأ العداد أو أهم العداد اللي إحنا المفروض ما نعملهاش للتصفيف الشعر الاستشوار باستمرار مش كل وقت بعيد على وقت متفرقة لا باستمرار يعني فيه ناس بتطلع من الشعر تنشف شعرها بالاستشوار باستمرار يؤدي إلى تلف البصيلة نفسها وبالتالي تساقط الشعر شد الشعر أثناء التسريح التسريح بمش تضيق نفسه بيعمل لي مشاكل في الشعر مشت الشعر ده زي وزي فرشة الأسنان كل فترة زمنية لازم يتغير يعني كل فترة زمنية لازم يتغير يعني كل تسعين يوم أو مئة يوم لازم أغير فرشة الشعر بتاعي أو مشت الشعر بتاعي عشان ما نقلش العدوى كل ما يكون المستحضر جاهز للتعقيم يعني أقدر أعقومه بسهولة يبقى أفضل يبقى أفضل حاجة عشان تكون جاهزة للتعقيم اللي هو يكون الفرشة بتاعتي خشب ثم لو ما عنديش خشب أجيب بلاستيك بس أغير الفرشة البلاستيك دي كل تلاتة أربعة شهور على قل أغير المستحضرات التصفيف بتاعتي طيب فيه نوع معين مصنوع منه بلاستيك خشب ولا ما تفرقش لا أنا قلت حضلك الأفضل للخشب لكن أنا لو ما عنديش ما فيش موجود الخشب مش متوفر هجيب بفرشة بلاستيك عادي بس أغير فرشة كل تلاتة أربعة شهور كل تلاتة شهور طيب فيه حاجة كمان أعيزين نعرفها الغسيل المتكرر للشعر هل الغسيل المتكرر للشعر ليه يعني أضرار وإيه نسبة أو درجة حرارة الميا اللي نقدر نستخدمها لشعرنا الميا الفترة هي علاج لكل الشعر ليه بقى لأن الشعر لو دهني لو حضط له ميا عادية الميا صفنة أو ميا دافية إلى حد ما مش هيقصر معا في حاجة لكن لو الشعر جاف وحطط له ميا دافية هيعمل لي مشاكل في فرفرة الراس نفسها هيزود هيزود وهيعمل لي حكة وهرش في فرفرة وطراس يبقى عشان أطلع من سواء شعر مش عارف شعر دوني أو شعر جاف يبقى أنا هجيب هعمل مايا فترة مايا بسيطة الفترة مناسبة لكل أنواع الشعر طيب فيه سؤال أخير بقى في الفقرة بتاعتنا ديت الفترة الأخيرة ديت انتشر بقى بشكل كبير جدا الكرياتين والبروتين ووسائل فرد الشعر وحاجات كتيرة جدا سمعنا عنها فإيه الحاجات دي صح غلط مضرة تمام البروتين البروتين أصلا جزء من مكونات جسم الإنسان يعني جزء من مكونات الشعر والضاف ومش مستحضر للفرد يعني مش حاجة بفرد بها الشعر تمام والبروتين نوعين حيواني ونباتي يعني تمام الإنسان لما بيجي بقى عشان أنا أفرد بالبروتين في مرة واحدة أنا بغزي بها الشعر لكن عشان أفرد بيكونوا أضافوا لي بوتيكس فعشان أعرف إن المستحضر ده في بوتيكس ولا أثناء الكابس بالمكوى اللي هي المكوى اللي هي البيبيليس أثناء الكابس بيها لو طلع دخان معايا بدا في بوتيكس والبوتيكس ده اسم علمي للبوطاص تمام فهو هيفرد معايا بس أنا أضريت نفسي هينهي الشعر هينهي هو هيفرد ودول كل البيوت سنتر بيعملوا بيعمل كده إن هو مش عايزك تجيله تاني وتالت فهو عايز يفرد لك من مرة واحدة بس فبالتالي بيحط بروتين مخلوط بأشياء تانية لكن البروتين الطبيعي ما بيفردش في مرة واحدة البروتين الطبيعي بيفرد في مرة ومرتين وتلاتة جلسات جلسات تمام فهو علشان إن هو مش عايزك تيجي تاني فهيعمل إيه هيحط بوتيكس يجي فرد من مرة واحدة يبقى أنت كده يبقى هو كده بتاعمل طيب حايت تقول لي إزاي نقدر نختار منتج آمن لفرد الشعر إحنا يعني البناء آدم هو علاج نفسه يعني أنا أعمل بروتين لنفسي ده ممكن يا دكتور ده أفضل إن أنا أفضل من أنا يعني لأن أنا مش هعرف أنا أولا لو البروتين دخن يعني أنا هجيب البروتين كده هشتري أي نوع بروتين هحطه على معلقة وسخن عليه بالولاعة مثلا لو دخن معايا يبدأ بروتين دخن 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 دخنة عتعبتلي عناية أو خلاني أعمل عطس ده أعرف على طول إنه مخلوط بوتيكس لو هو دخن الدخن العادية بدون أي أثار جانبية حصلتلي يبدأ بروتين كويس يبدأ أنا كده أقدر أفرق بين البروتين العادي والبروتين الغير اللي هو لكن أنا لو أنا عايز أعمل بروتين لنفسي أنا قلت البروتين حيواني ونباتي فإذا كان ممكن أجمع بين الاتنين يعني هجيب أي حمام كريم أي حمام كريم في السوق عادي هجيب لي مثلا ربع كيلو هجيب النخاع اللي موجود في المصورة بتاعة البقر أو الغنم النخاع ده هفضيه وابتدي أفكه وحط عليه زيود تساعد لتشارع الفرد زي زيت السمسم من خواصه أيضا زي ما هو قلنا بيقضي على الإشرة من خواص زيت السمسم أنه هو بيفرق فحط أنا زيت الزيتون على النخاع وابتدي أقلب عشان زيت السمسم يسخن فيفك النخاع اللازج فبالتالي يدخل في مسام الحمام الكريم يبقى أنا كده حطيت بروتين حيواني وحطيت بروتين نباتي ممكن أحط الطحينة اللي هي مستخرجة من السمسم كأحد أنواع البروتين النباتي وحط الطحينة نفسها يبقى ربع كيلو حمام كريم أحط عليهم حوالي 100 جرام مثلا النخاع وحط 100 جرام طحينة و30 جرام زيت سمسم حتى لو النساء باختلفت معاك هو كله مستحضر للفرد يعني أنا الوصفة هنا نسبة تقديرية تمام وهقلب الحمام الكريم كويس جدا ممكن أنا أزود كلما أزود بروتينات كلما يدي فرد معايا كويس وكلما يغز الشر أقدر أزود بروتينات من إيه؟ البيض نفسه البيضة نفسها بس في حالة الاستخدام السريع يعني أنا لو هعمل خلطة دلوقتي واستخدمها دلوقتي من سبهاش تركن شوي من سبهاش تركن عشان ما يعملش معايا ريحة فهجيب البيضة نفسها ممكن أحط البيضة نفسها وممكن لو أفصلت الصفارة عن البيض ما فيش مشاكل ناخد الصفار وناخد البيض الصفار أفضل من البيض وهقلف الخلطة وده بروتين كويس جدا جدا ممكن أزود عليهم كاكاو أو بون وفي بروتين نازل حاليا في السوق اسمه بروتين كاكاو البروتين ده موجود ممكن أحط عليهم بون يعني لو عملت كوباية قهوة أو كوباية وحط عليهم لو لقيت الخلطة لازجة كويس جدا المواد الغازية فيها نسبة كافين فممكن أي أجيب مادة غازية فيها كافين يكون نفضل لها بيضة عشان ما يكونش عليها ألوان وحط شوية مادة غازية من البيض وقلبهم كويس جدا خلاص بقى عندي بروتين طبيعي عملوا بإيدي كويس جدا هوزع البروتين بالفرش على الشعر لغاية ما ينشف واسيبوا ينشف خالص وبعدين أجبسوا بالمكوس بالمكبس بالمكوة وهيفرد معي على طول الوصفة دي هتقعد الشعر مفروضة 40 يوم تقريبا وبعد كده بتدي تطلع الجزور أغز الجزور وأنا ضامن أن الوصفة دي أنا اللي أعملها بإيدي ما خلطتاش بحاجة مش متكلفة ومش متكلفة خاصة لا وحاجة هيلة جدا عشان كده تلاقي البرازيل مثلا من أولى الدول في العالم في تصديل البروتين لعنشان عندهم غابات وحيوانات فعشان كده دي دول منتشر فيها الغابات ثم البروتين اللي عندي على فكرة إحنا كده يعني بجد دلنا إن إحنا الناس اللي بتضحك علينا وتقعد تحطلنا حاجات على شعرنا وتبوزة يا جماعة النهاردة الوصفات دي لسه حنعرف حاجات كتيرة ولسه حنستمتع وبنسمع عن منتجات كتيرة ووصفات كتيرة حنكون مع بعض النهاردة عشان نقدر نوصل لروتين يومي أو روتين أسبوعي إن إحنا نحافظ به على شعرنا على شعرنا خليكم معينا بعد الفاصل حنرجع لكم أحسن وأهم وأفضل وصفات الطبيعية اللي تحافظ على شعرنا خليكم معينا وبعد الفاصل نفتح أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معينا الدكتور وحيد عبد العيل وحيكلمنا عن أهم الوصفات لعلاج تساقط الشعر دكتور وحيد برحب بحضرتك مرة تانية معينا عايزة أعرف أهم الوصفات اللي نقدر نعالج بها تساقط الشعر مبدئين عشان أعمل وصفة لتساقط الشعر لازم يكون عندي أربع زيوت أساسية علشان ماعملش إشرف الشعر أو الوصفة بتاعتي ما تعلق ليش التساقط وتعمل لي إشرف الشعر الزيوت الأساسية اللي هو المربع اللي بمشي عليه اللي هو زيت الزتون أو زيت جوز الهند أو زيت الياسمين أو زيت السمسل أو أي زيت ممكن أحط الأربع مع بعض أو ممكن أحط الأربع أحط الأربع مع بعض وفي حالة وجود إشرف أحط الأربع مع بعض وفي حالة وجود إشرف مش هيدروني في حاجة لكن أنا لو أنا عايز أعمل بقى وصفة مستقلة لازم أجمع بين الزيت الحار والزيت البارد يعني إيه زيت حار الزيت الحار ده بيطلع شعر وبينشط بصيلات الشعر زي زيت الزنجبيل ده الزيت الزنجبيل من خواصه أنه هو زيت حار من الزوت الحار اللي هي من خواصه مع الشعر بيطلع الشعر وبينشط الخلايا من جديد فأنا لو هجيب هجيب زيت جنزبيل أو زنجبيل 30 جرام وأجيب زيت ياسمين علشان أعادل بي يعني عشان أعمل معادلة أعادل بي الزيت الحار وحاجة حرة اعادل به وحط مثلا زيوت ملطفة او زيوت بتطول يعني مثلا زيت الخروعة من خواصه نوعه بيطول الشعر ويمنع التساقط فممكن احط زيت خروعة ممكن احط زيت روز ماري زيت روز ماري برضو بيطول الشعر وبيمنع التساقط دي زيوت احط زيت جنيه الامح بيلطف فروة الرأس وبيمنع التساقط دي كلها زيوت ممكن اجمع بين الزيوت كلها وبين بعضها شرط ان انا احط زيت من الاربع زيوت الاساسية في المكون بتاعها زيت عندي زيت الثوم من خواصه بيعالج الصلاة وبيعالج تساقط الشعر زيت البصل زيت الشطة زيت الجنزبيل دي اسمها زيوت حرة الزيوت الحرة بيختار منهم زيت طب انا لو حطيت لو عندي تساقط شيد جدا وحطيت الاربع زيوت ممكن يطلع لي زي حبوب فراسة فعشان كده لازم اجمع بين الزيت الحار والزيت البارد علشان ما اعمل معادلة ان انا الطف بين الشعر وبين بعض فانا لازم هحط طالما حطيت زيت حار احط اقصاده زيت بارد في زيت معادلة لوحدة زيت زيت القروة زيت السمسم يعني زيت السمسم وزيت الياسمين من خواصهم اشر الشعر وحشاط الشعر فانا كده اختار وصفة سريعة علشان الانسان ما يتوهش مني ان انا احط اول حاج زيت الجرجير احط زيت جرجير من خواصه الناس كلها عارف ان هو بيمنع تساقط الشعر احط زيت جنزبيل احط زيت ياسمين ممكن احط معا زيت جوزيند وحط زيت جنيه الامر خمس انواع زيوت احطهم على بعض نسب متساوية مفيش مشاكل واستخدمهم عادي مش هعمل لي اشراء لانه فيهم جواهم وصفة لعلاج الاشاء مش هيعمل لي اي مش هعمل لي مشاكل بس هو عندي ملحوظة واحدة بس ان زيت الخروة لو الشعر لونه مش اسود ما ينفعش استخدمه لان زيت الخروة من خواصه ان هو بيسود الشعر بيغمى بيغمى فمش هينفع معه بقى حتة الشعر لونه بقى استنائي الى حد ما طيب السؤال بقى نعمله كام مرة ويمده قد ايه لو الشعر دهني هستخدمه مرة واحدة كل 3 ايام لو الشعر غير دهني ممكن يوميا عادي نحطه قد ايه على الشعر عادي بالنسبة عادية جدا وسواء الشعر جاف او الشعر غير جاف مفيش مشاكل منه طب لو انا عايز اعمل منه كريم للشعر تمام مثلا لازم اعمل حاجة تربطهم ببعض اعمل مادة رابط اللي هي علامة الزيت ايه مادة الرابط اللي عندي مش هلاقي احسن من الفزلين هجيب فزلين اسياحه على النار وحط كل الزيوت اللي موجودة معايا بنسب تقدر تخلي الفزلين ده لما اشيله في برطمان ما عندي او اشيله في علبة زجاجية انه هو يمسك يعمل هلامي شوي ما يبقاش كريمي ما يبقاش لازج ما يبقاش سايب يعني ما يبقاش ما يبقاش زيتي يبقى كريمي يبقى لازم انا اخلي الفزلين عالي سنة وحط كل المساعدات دي بالنسبة قليلة جدا طبعا دي حاجة بالنسبة بالنظر يعني بعد انه يدر يعملها بالنظر وسيبه يبرد وهستخدمه للشعر هيبكوز جدا ان شاء الله يقعد قديه على الشعر اهي دي يقعد يقعد نصف ساعة ساعة لا ده علاج للتساقط هسيبه على الشعر واخرج بيه اه اه نخر يعني كأنه دهان دهان كريم يعني ده يعتبر بالنسبة انه هو ده كريم الشعر بديل السيرم والحاجات دي احنا عملنا كريم شعر في البيج عملت كريم شعر فيه عملت زيت شعر لكن انا هعمل سيرم السيرم انا فوجتي ان السيرم اه اربعين جرام مثلا اليوم بمتين جنيه وكلام السيرم من خلاصة الخروع ومن خلاصة الجليسرين فانا لو جبت خروع وجليسرين احطيتهم على الوقت بقى عندي سيرم السيرم من خواص الخروع والجليسرين مستخرج من الخروع مع الجليسرين السيرم مش مادنة مستخلصة من حاجة تانية خروع وجليسرين احطهم على بعض بنسبة متساوية خلاص بقى عندي سيرم احنا بنقعد نسمع بقى الفيروم ده من فرنسا والسيروم ده. هما طاقة. اول كانت في ايطاليا السيروم الايطالية هو افضل انواع السيروم. تمامه. في ايطاليا اصلا مستخلص خروع حتى مش مضاف عليه جليسرين. والله ازت خروع وعليه شوية جلسرين هو ده الفيروم. اه مش مضاف. اللي هو السيروم الايطالي مش مضاف عليه. تمام مش مضاف عليه. لكن احنا لو حاب لنا نعمل هاجم. هيعمل غالي جدا طيب يا دكتور بقى بالنسبة للحكاية اللي احنا هنتكلم فيها مشاكل كتير جدا بتفاجهنا في اختيار الشامبو وازاي نقدر نعرف ان الشامبو ده دار وازاي نقدر نحكم عليه ان ده شامبو نوع كويس يعني مش عامل مشاكل بص انا لما درست نظري حاجة ولما اشتغلت بايدي عملي حاجة تانية فلاقيت اختلاف كبير جدا جدا اولا الشامبو اذا كان الرغوة عالية فده شامبو يعني في نسبة كيميكا العاية يعني لازم يكون الشامبو الرغوة بتاعته بسيطة بسيطة ليه بقى لان انا بتحكم في الرغوة دي بمادة اسمها بي بي فور او بي بي فايف مادة رفع اسمها مادة رفع الرغوة بتستخدم ايضا في مستحضرات الغسيل يعني لو غسل اوتوماتيك ممكن اشيل منها البي بي فور تمام اه وفي نفس الوقت غسل بينضف عادي من جار رغو تمام يبقى اذا مادة البي بي فور هي مادة بشيلة طب التقل في ناس تقولك ده شامبو تقيل حلو لا ده مادة اسمها الفونيك بتاقل بيها مادة كيميكا الباردو اللي القوام بتاعه اه بتاقله مادة غير ملهاش دعا بالشامبو يبقى اذا انا عندي حاجتين ما هم الناس بتعتقد فيهم كذلك الالوان الالوان انا افضل شامبو بالنسبة لي لوهى لونه ابيض صافة تمام اي لون تاني هخاف منه لان الالوان اصلا يعني كيميكال ايوان مركبة فمش هقدر اتعمل يبقى الشامبو انا بالنسبة لي افضل شامبو اللي هو رغوته بسيطة جدا سمكه بسيط مش سمكه تقيل يبقى سمكه خفيف يبقى ده ده افضل شامبو بالنسبة لي تاني حاجة تالت حاجة انه ميلسعش معايا في البشرة في الشعب وده انا ممكن اه اه من اي صيدلية اشتري حاجة اسمها البي اتش اللي هو الاختبار الحمضي والقلو معاها ورقة كده فيها الوان هتجيب البي اتش ده البي اتش الطبيعي للبشرة عندنا بيبقى من خمسة لستة على البي اتش فانا لو انا عايز اشوف حتى اللبن مخشوش ولا مش مخشوش باختبره بالبي اتش لو عايز اشوف المستحضر اللي عندي ده مخشوش لو تجاوز السبعة يبقى ده مخشوش او تقل عن سبعة يبقى ده متزود لازم يبقى من الخمسة للستة هي البي اتش عبارة عن ورقة الوان عندي اللون خمسة واللون ستة هو اللي هيظهر في الورقة اللي انا بحطها ورقة بحطها في المستحضر بتطلع اللون اللي انا عايزه فلو تجاوزت الستة بالمستحضر ده في نسبة الكيميكا العادي وممكن يضر بالبشرة يبقى والشعر هيدر بالاتنين طيب احنا حضرتك وعدتنا ان انت ممكن تعمل لنا وتخلينا نقدر نعمل شامبو في البيت تمام احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع تاني نعمل مع بعضه مع الدكتور وحيد شامبو احنا نعمله على قدينا في البيت ودي حتكون طبعا يعني فكرة هيلة جدا موفرة وفي نفس الوقت كمان صحية فاصل قصير وحرجع لكم وازاي نعمل شامبو في البيت المعنى واضح والفكرة لمحة ويومنا مليان ساعات وساعات ساعة قلم وساعة فرحة وساعاتنا دي ساعة صحة بالبداية لازم اقول ان انا لازم اعمل تغذية سليمة لبسي اصبح عندي قوام شامبو هلاقي بقى شامبو عامل زي الجلم ابتدى انا اعمل بقى احط عندي من كونات اللي انا عايز احطها قصة البحر دي اسمي تاني اسمه العود الناس في برنامجنا ساعة لصحتك هنتكلم معاكم عن الشعر وبعدين انا لو مسكت بصيد للشعر لقيت تانو قط بيضة كده اعرف ده تساقط لو بسكتها ولقيتها مفاش نقطة بيضة يبدأ التقصف عن السمنة عن البشرة عن الام الظهر لما اععد في مكان في مكتب اكون مقرب كورسي للمكتب علشان ليش انجار بيضوك او مطيف اهم طرق العلاج وزا كان فيه طرق علاج دي العلاج الطبيعي او علاج الجراحي او العلاج الدوائي موضوعات كتير تهم صحتك انتظرونا ببرنامج ساعة صحتك مع الدكتور وحيد عبد العال وارجعنا لكم تاني وزاي ما وعدناكم قبل الفاصل مع الدكتور وحيد عبد العال هنعمل شامبو في البيت المكونات دكتور وحيد تفضل قلنا المكونات اولا احنا هاعمل هاقول لكم على ثلاث انواع حاجات شامبوات نقدر نعملها سواء في البيت او برا البيت يعني انا لو جبت تكسابون مادة موجودة في الجماعة التجاري اللي عايزين يشتغلوا على شغل واسع كبير تكسابون لو جبت 100 جرام بس تكسابون حال 100 جرام دي هتعمل لي 4 كيلو شامبو 100 جرام تكسابون و50 جرام مادة اسمها كنبلان و50 جرام بي بي فور رفع رغوة احطوهم على بعض واقلبهم كويس جدا جدا او قلب تكسابون من الاول لغات ما يبوش ان تكسابون مادة تقيلة لازجة جدا اقلبها لغات ما تبوش وبعد كده ابتدى احط الكمبلاند واحط البي بي فور وابتدى يقلبهم على بعض خلاص بأصبح قوام عندي قوام شامبو هعمل له بس اختبار البي اتش اللي هو الحمد والقلوي لازم احنا قلنا ان البي اتش لازم يكون من خمسة لستة لا هعمل بي اتش وازبطه لو دايما هيتلع عالي عشان انا انزل البي اتش بتاعي يبقى احط شوية مياه ملح ياما اجيب كوباية احط فشوة ملح كتير معلها كبيرة ملح وقالبها احطها على المادة هلالي بي اتش بتاعي اتش بعد كده ابتدى احط الزيوت ده اللي بيفرق سعر شامبو عن الشامبو بقى احط الزيوت بتاعتي اللي انا هستخدمها لو انا عايزه اعمله شامبو للقشرة احط الاربع زيوت بتوع القشرة اللي هم اقولناهم زيت الزتون وزيت السمسم جوز الهند وزيت الياسمين دول الاربع زيوت اللي انا هقدر احطهم في المعرى بتكسبوه طيب لو انا عايز اعمل وصفة تاني لربة البيت الوصفة تاني هاجيب صابونة وبشورها من البيت عادي وابيتها في مياه يومين ثلاثة بقت خلاص جسم لين وابتدى احط عليها الاضافات بتاعتي اللي هي الزيوت اللي انا هقدر استخدمها لو انا عايز اعمل شامبو يمنع التساقط ممكن احط زيت جنزبيل على الزيت احط زيت جرجيل على الخلطة اللي انا عملتها للشامبو في البيت من خلال الصابونة المبشورة طيب لو انا عايز اعمل اطلع من ده كله واعمل حاجة جديدة خالص هجيب بزر الكتان وده اسمه في دول الخليج قطونة تمام وهجيب الروز مالي وهو اسمه زي ما هو روز ماري تمام وهبتدى انا اول حاجة هجيب مياه دافية واحطها على احط البزر الكتان اي نسب يعني لو جبت شوية حتى 100 جرام او 50 جرام بزر الكتان و50 جرام روز ماريو احطوهم على بعض وحط عليهم مية سخنة واسيبهم يغلوا على النار اسيبهم يغلوا على النار كل ما يغلع النار يبقى افضل بكتير جدا وبعد ما يغلع على النار يعني ابتدى هلاقي البزر الكتان دايما بيشرب المية ازوده مية ازود مية تاني لغاية ما لاقي بزر الكتان مش قدر يشرب المية خلاص يبقى كده انا هنزله بعد كده هصفي هصفي بزر الكتان بالروز الماري اصبح عندي مكون اساسي طبيعي لمادة الشامبو يعني ده عبر عن بزر الكتان وروز ماري مغلي بالمية بغاية لما بزر الكتان يشرب يبقاش قابل للمية بس كده خلاص اصبح عندي قوام شامبو هلاقي بقى شامبو عامل زي الجل ابتدأ انا اعمل بقى احط عندي المكونات اللي انا عايز احطها لو انا عايز احط دايما عايز احط له ريحة ياما احط له جوز الهن لو الناس عندها مشاكل مع جوز الهن يبقى انا احط زيت نعناع هيبقى ملطف برضو ومنعش ممكن احط زيت ياسمين الحاجات دي من منتجاتنا احنا يعني احنا اللي عملنا بيقنين فاحط زيت الياسمين مثلا على الوصف هيديني ريحة كويسة جدا وفي نفس الوقت هيديني حطيت الازهزة كلها عادي ممكن احط زيت جرجير بس مش هكتر في زيت الجرجير احط جزء بسيط من زيت الجرجير ده هيدي غزة للشعر ويمنع التصاق ويمنع التصاق بس زيت الجرجير هيغير لي لون الشامبو شوية هيخليه ميل للاخدر سنة او للسود سنة خلاص انا عملت كده الشامبو بتاعي خلاص اهو ده من غير اي رغوة مواد مرغية هو الواحده عامل رغوة هو عامل رغوة الواحده خالص بعد كده اهو هبتدي اصفي اهو انا صفيته بالمصفة خالص طبعا اهو ده قوام الشامبو بتاعي ده قوام الشامبو هسيبه شوية كده هتلاقي كل ده رصب وبقى الكبال غاية هنا وبقى عندي شامبو طبيعه اهو تقيل اهو لازج اهو اهو لازج قوامه لازج جدا رحته يا جماعة رائعة وعليه زيت ياسمين وانا شايفه وانا عامله ازاي بايدي تخيلوا ده كله احنا بنعمله في المنتج بتاعي ده انا بعمله بس انا دايما بضيب منتجات ده ده كل ده انا بعمله بس بنعصر احنا كويس جدا والمنتج مفهوش اي كيميكا خالص ولا تكسبون ولا اي حاجة من المواد اللي بيصنع بيها الشامبوهات دي يعني احنا دلوقتي عملنا شامبو في البيت طب اللي مش قادر يعمل شامبو في البيت ومش شاطر في الاعمال اللي هو انه هو نجيب الحاجات ونقعد نغلي ونعمل يبقى الحل بتاعنا ان احنا نجيب الشامبو وحيكون هو عبارة اللي احنا عملناه ده. اللي في الكوباية. عبارة عن شامبو. آآ ما فيوش اي مواد كيموية. معمول من الروزماري. معمول من بزر الكتان. والزيوت الصالحة زي بزر زي زيت الجرجيل. وزيت الجاسمن. هو ده بالزبط كده اللي احنا عملناه. طب دكتور احنا كنا تكلمنا كمان قبل الفاصل على انواع الزيوت. وحضرتك كنت نصحتنا بمجموية زيوت. في معانا احنا آآ زيت الملكة. الزيت الملكة ده هو فيه كل انواع الزيوت. كل انواع الزيوت. اكثر من عشر انواع زيوت موجودين في الزيت ده بما فيهم زيت الطوم وزيت الشطة علشان يطلقوا شعر وزيت الجنزبيل الحاطين زيوت برد. ينفع لكل انواع الشعر. كل انواع الشعر. ده يا جماعة اي حد بيعاني من مشاكل الشعر يقدر ان هو يستخدم او يدور على زيت الملكة موجود في الاسواق الموجود اي حد دخلت في الصيدليات في في محلات العتارة كل ده اسمه زيت الملكة حيكون موجود معاكم تسألوا عليه اي حد بيعاني من مشاكل الشعر الزيوت دي فيها الحل كمان معنا كنا تكلمنا قبل الفاصل على الكريم اللي بنعمله في البيت من الفزلين على مجموعة الزيوت برضو اللي مش هيقدر يعمله ده موجود ما هو برضو باسم كريم الملكة وده عبارة عن كريم للشعر في كل انواع الزيوت المطلوبة للشعر وده بيقى زي دهان للشعر نهائي مش حمام كريم تمام تمام كل المنتجات دي مرخصة أصلا في وزارة الصحة يعني كل المنتجات دي مرخصة في وزارة الصحة شركة التوحيد لمستعدلات التجميل وللأعشاب دكتور كان فيه المنتج حيكا اللي متنا عليه أثناء الحلقة وكان بيتكلم على القشر بتاع الشعر وكان أهم علاج حيك قلته لنا اللي هو القست البحري ممكن تقول لنا ايه هو القست البحري ونقدر نستخدمه لذلك القست البحري ليستخدمات كتيرة بس معنا في الحلقتنا النهاردة هو هنستخدمه لعلاج قشر الشعر عشان استخدمه لعلاج الاشر الشعر مع اي مكون من الاربع زيوت اللي احنا قلناها اللي هو جوز الهند او الياسمين او السمسم او الزتون لو حطيت قسط بحري مع زيت زتون او مع زيت ياسمين او اي من الزيوت اللي احنا قلناها ودليت بيه فرط راس هيقديره على الاشرة تمام لو انا جبت قسط البحري مع غالية الكركدية وحطيته مع قسط البحري ودليت بيه فرط الراس هيقديره على اشرة الشعر تمام القسط البحري ليه اسم تاني اسمه العود الهندي العود الهندي ممكن يبقى هو عود كده زي العدان زي السواك بتاع الأسنان العود كده بيتطحن وبيطلع بشكل بودرة خالص لكن الأسهل إن احنا نلاقيه هو اسمه القسط البحري وموجود عند العطار وهيبقى مطحون جاهز وهنقدر نحنا نستخدمه بكل السهولة زي ما شفنا النهاردة احنا قدرنا نعمل شامبو في البيت بدون أي أنواع من الكيمويات لو مش عايزين نعمله هنشتري بودة من أي عطار أو من أي سيدلية موجود معنا المنتج ده جاهز هو بالضبط ده هو اللي احنا عملناه في نهاية حلقتنا النهاردة طبعا أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور وحيد كان معنا ومعاكم الدكتور وحيد عبد العال مدير وإخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل وزميل الكلية الأمريكية للطب المهني وأمراض البيئة وعضو الاتحاد العالمي للطب البديل والتكميلي عضو الاتحاد المعالجين العرب وحاصل على دبلومة الدراسات التكملية في التغذية العلاجية من جامعة ماكجل بمونتريال كندا سعيدت جدا بحضراتكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا في حلقة النهاردة من ساعة صحتك ونتظرونا في حلقات تانية كتيرة نتكلم فيها عن أهم ما يخص العلاج والبشرة والشعر والعظم وإن شاء الله نكون معكم كمان في حلقة خاصة جدا للسمنة والنحافة سعيدت جدا بيكم كانت معكم كمان في حلقة اللوي وساعة صحتك اشتركوا في القناة